رجعنا لكم تلقي بقى في الفقرة الثالثة مشغبات عدل وعلاق حتى تحس الفقرة دي لوحة بيسخن فيها عباش هنتعمل لقلق والله العظيم انا نسيتها راحب بالضيفي ووو اتعرفكم النهاردة في الفقرة الثالثة دكتور عدل مرزوق استشاري التنماز داتية والإدراءة دكتور عدل صبفول عليك انا لازم اعدمك كده حاسني بقيت جزء بالذكور اشي عايز قولك مبارك كرازمة لا الناس كلها بتتكلم علم في الشارع كلما بالحدي يقولي الكرازمة 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 قد لا فاكر ابدا نحن وقفنا عند قوانين الكرازمة صح بس انا انا وارده عارت تاني الناس أقاط지 كده انا صح اللي بتجذب الآخرين إليه اللي احنا سميناها بمعنى أدق شوي الشخصية المغنصية هاق او في بعض التعرفات التانية اللي هو الحضور الطاغي يعني واحد بيبقى موجود في قلب قاعدة أو في قلب مكان أو في قلب مجموعة بيبقى له حضور طاغي الناس كلها منتبهاله ومستنياه بتحبه ومرتبطة به بيأثر فيهم بطريقة أو بخرى طبعا ممكن تستغل الكارزمة في اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي فيه ناس كانوا كارزماتيك جدا وعمل حاجات إيجابية تمام زي غندي مثلا في موضوع السلام وفيه ناس كتير جدا كارزمة وبدأ يؤثروا وفيه ناس استغلت الكارزمة في اتجاه سلبي زي هاتلر مصر فهو كان كارزماتيك كان بصة واحدة بيخلي الجنود يتحركوا منه شمال فهي الفكرة كلها أن الكارزمة ممكن تستغلها في اتجاه إيجابي أو سلبي وده احنا قلنا المرة اللي فاتت برضه من الدين الكلام اللي قلنا المرة اللي فاتت أن الكارزمة فطرية ولكن يمكن اكتسبها يعني ممكن الناس تتولد هي عندها الكارزمة ولكن ممكن أن احنا نكتسبها تمام كده؟ طيب إيه هي بقى القوانين بتاعت الكارزمة أو الألوات؟ الشرقة في القوانين قوانين الكارزمة إلا أنا لو يعني فعلتها جوايا أو في شخصيتي هبقى كارزماتك في الآخر هكتب من مرة ممكن؟ أوكي عشان هدو عصت كل شيء حد يقولي كارزمة جواهد إنه هتسير بقى قوانين الكارزمة وبتاعتب تمام بمعنى أدقي كلمة قوانين دي مش معناها أن هي سمات أو مميزات لا هي سمات وفي نفس الوقت أدوات تمام يعني أنت لو مسكت كل سمة وحولت تتفعلها في شخصيتك وبدأت تضرب نفسك عليها بالتدريج مستوى الكارزمة بيعلى معاك تمام مش بالضرورة يكون كل الأدوات عندك عليها ولكن لو كل أو أغلب الأدوات عالت عندك فهتبقى بالتبعية شخص كارزمي أو عندك كارزمية أو شخصية بتشد اللي حوليها وتكذبها وهي بتتكلم هاي تمام أوكي؟ تمام نتكلم على القوانين أول قانون حوالي كم قانون الأول؟ عشرة عشرة قوانين تمام هو بالمناسبة في المحاضرات أو قاعات التدريب ممكن بنتكلم في 22 قانون وفيه كتاب كمان بيتكلم اسمه قوانين الكارزمة بيتكلم في 35 قانون ولكن أنا أحاول عشان وقت الحلقة نجيب أهم عشر قوانين فيه فضل فضل تمام أوكي أول قانون هو الحضور إن يكون عندك حضور وقلنا الحضور له أربع أشكال فيه حضور مجرد جسدي يعني أنا أقعد معك بجسمي بس بس أنا مش معك وأصلا النوع الثاني هو الحضور الزهني يعني هو قاعد ومركز في كل كلمة بتتقال الحضور اللي بعده هو حضور وجداني يعني بمشاعره بأحسيسه بيتأثر باللي الناس بتأثر بيه بيتحك على النقطة الحلوة النوع الرابع هو التفاعلي يعني بجد آه طب عملت إيه طب اصرفت إزاي طب أنا بقترح نعمل كذا فتلاقيه شخص متفاعل أكثر يبقى أول نوع الحضور أو أول قانون الحضور تاني قانون هو قوة الشخصية واتفقنا أن نقولنا أن قوة الشخصية مش المقصود بيها أن أنا أبقى شخص مسيطر وأجريسف لأن فيه ناس متخيلة بتصدر صورة أنك قوة الشخصية يعني خليك إيه حد كده وجاف وتنشن عشان تبقى شخصية قوية وبقى حد كاريزما يعني فرد نفسه كده وبتكلم بأول لا الكاريزما بيبقى شخص قوته الحقيقة في امرونته أنه هو يكون شخص مرن تمام وده ما بين شخصيتين الشخص اللي هو المسيطر أو الأجريسف والشخص المتنازل فلا هو مسيطر ولا هو متنازل هو شخص مرن متوازل ما بين الاتنين النقطة الثالثة أو القانون الثالث هي فكرة الدفء والاحتواء يعني لو أنا سألت حركس وقال قلت لك هي الكباية تحوي القلم ولا الألم اللي يحوي الكباية الكباية اللي تحوي القلم تمام ليه الكباية تحوي القلم أشمل وأوسع عشان هي أكبر فدائما الإنسان الكاريزما بيبقى دمهه أكبر قلبه أكبر فبيعرف يستوعب الأمور بيحتوي اللي قدامه للأسف ممكن تلاقي مثلا قب وقف قصاد ابنه مثلا وكأنهم بقوا ند فأقوله أبسط سؤال أنت الأب صح فالمفروض تحتوي أنت الأكبر أنت الزوج فالمفروض تحتوي أنت المدير فالمفروض تحتوي تمام صعب جدا يبقى مدير واقف قدام الموظفة بتاعه أو أب واقف قدام ابنه أو زوج واقف قدام زوجته تمام فالدفء والاحتواء دي من صفات أو من قانين الكاريزما الشخصية تمام يعني أنا بنق الكلام زي نشارات الأخبار بنق الكلام أو الشرح زي المدرسين أو المعلمين بيشرح المعلومة أو التعبير أو التأثير التأثير يعني كلمته بتخش القلب صح زي مثلا شيخ الشعراوي كده رحمة الله عليه الكلام بيخش بيتزرع جواه ففكرة التأثير دي هي الأهم مش إن أنت مجرد بتنق الكلام جاف تمام طب هتقول لي زي بيكون مأثر هقولك هو القانون اللي بعد اللي هو القانون الخامس تمام اللي هي فكرة الاستخدام الأمثل للغة الجسد يعني أنت بتستخدم لغة الجسد بتاعتك بصورة قوية تخيل لو أنا بتكلم مع حراك دي لاتي واحدة أقولك قانين الكاريزما أول حاجة للحضور لا لا هو حراك فالأخر هتلاقي كلنا نمنع بتاني صح مصبوط تمام فاستخدام لغة الجسد اللي هي بتتكون بقى من نظرات الصوت وتتكون من تعبيرات الوجه ونظرات العين وتتكون من أشارات الإيد وإمئات الجسد كل ده بيساعدك على التأثير حتى وإن كان الكلام ضعيف هو ده بيقوي وممكن يكون الكلام قوي ولكن إنت بتستخدمش لغة الجسد بصورة مثالية فده يبدأ يأثر عليك وعلى فكرة دي من الأدوات القوية اللي عندك أنت على المستوى الشخصي وده اللي بيخلي بعض الناس يقولوا عليك كرازماتك أنا أه أه إنت فإيا فكرة استخدام لغة الجسد كانت بقى نظرات الصوت وطبعا دي بيتخذ فقا تمرين وكرسات بقى في تدريب المدربين أو في الكرسات اللي بناديها إزاي بقى تستخدم لغة الجسد بتاعتك كويس تستخدم تعبيرات الوجه بتاعتك كويس وإزاي تعبر عن الكلمة اللي بتقولها إمتى تعلي التون بتاعك وإمتى تتنزله فالموضوع بيبقى له شق تاني ولكن من ضن القوانين بتاعته هو الاستخدام الأمثل لغة الجسد تمام بعد كده برضو من ضن القوانين بتاعت الكرسما احنا كده اتكلمنا في كم قانون؟ خمسة اتكلمنا في خمس قانونين بتكتبهم؟ آآ آآ لا لا خلبيك لنا مكتب وراءك بجد أه والله وعيز أقول لك والله اللي هو بس اللوقت زنينا كنا هنية مع بعض بص الاستخدام الأمثل لغة الجسد ده أنا فاك كوتشغال في شركة موت ناشر شركة عالمية فكام نزل معنا حد كوتشينج كم أعرس كورب الدوني في البادرانجوش آآ والله فأنت شاطر شاطر قوي آآ لا باهرني باهرني مش شخصية السادس يا دكتور تمام قلت شغبك شوية كده ركزت ومزاكر لا مزاكر باكت والله الحالة النظر جديدة حتى في الستة طيب القانون السادس هي فكرة التفرد أو التميز إنه هو بقى شخص متميز متفرد متفرد في إسلوبه متفرد في طريقة كلامه متفرد في لون الكرازمة بتاعه ودي هنسيبها بحطة لون الكرازمة دي كآخر حطة كده ممكن نبقى نتكلم فيها على جنب شوية بعد من كلم الموضوع بتاعه القانون يبقى القانون السادس يا فكرة التفرد أو التميز القانون السابع هي الثقة بالنفس إنه مفروض إن الشخص الكرازماتيك بطبيعته هو واثق في نفسه في كل كلمة بيقوله هو بيتكلم بتون فيه ثقة حتى عنده باور تون يعني هو أكتف وحيوي هو بيتكلم واثق في نفسه واثق في المعلومة اللي بيقوله ما بيتهزش ما بيتلاجلكش ما بيترددش صوته مش بيترعش وعلى أصل لا أنا كان قصدي الهزة دي بتقلل ثقتك في نفسك فبالتبعية تبدأ تقلل الكرازمة ويمكن من أهم وأقوى القوانين هي الثقة بالنفس أهم قانون فيهم يعني إحنا ممكن نقول إن كل القوانين في كفة والثقة بالنفس دي في كفة أخرى ولذلك بقى المفروض بعد كده هنبقى عارفين إيه هي الثقة بالنفس أصلاً وهل هي مجرد شعور وإحساس أنا بحسه واللي هي معتمدة على الكفاءة فبالتبعية لازم تكون موجود مهارة ففي حوار طويل شوية في موضوع الثقة بالنفس أو إزاي يكون أنا أصلاً واثق في نفسي تمانية تمام القانون الثامن هو قانون العطاء يعني هو شخص معطاء دايماً تحس إن الكارزماتيك بيدي بس مش بالضرورة بيدي بالجانب اللي إحنا عارفينه اللي هو العطاء المادي العطاء اللي هو أربع أشكال ممكن عطاء مالي إن أنا بدي لحد فلوس بيقدر يساعد بيدي لقدامه فلوس العطاء بالوقت يعني ممكن أنت محتاجني فأنا ما إديك وقتي تستشارني في حاجة تاخد رأيها عايز تفضفض معايا فتلاقي الكارزمات دايماً بيدي وقت عطاء بالجهد ممكن يدي جهد معاك يجي معاك مشوار يساعدك في خدمة معينة وممكن مبقاش عارف يديك الاتنين أو تلاتة اللي فاتوا الوقت والجهد ولكن ممكن يدي علم يدي معلومة تلاقي دايماً الشخص الكارزمات بيبخلش يعني لو عندي معلومة بيقولكش لا 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 دي بس لما يجوا عندي الكورسات أبقى أقولها لهم أو مثلاً لا 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 أنا ما هتديله المعلومة دي عشان ما بعته تزيد ويبقى شاطر زي لا لا هو ما عندهش مشكلة في القصة دي يعني لو قلت له طب إزاي أوصل للطريق اللي أنت وصلت له يقولك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بيقولكش لا عاني بقى زي ما أنا عانيت وخليك ماشي في نفس السكة زي ما أنا مشيت لا هو ممكن يوفر عليك وقت طول جداً لأنه بيديك المعلومة والعلمة بتاعه تمام؟ العطاء كده كان قانون تاسعة هنخش على التاسعة هنخش على التاسعة وبعد كده هنخش على العشر تاني أنا قدمنا دي يا دكتور حسنين يقول التاسعة والعشر وبعد كده هقولك على حاجة في الأكثر الحالة تمام التاسعة التاسعة هي فكرة العاطفة أنه هو شخص عاطفي زيادة تمام بس فيه فرق في العاطفة اللي هو عاطفة التأثر اللي هو بيتأثر بالآخرين ودي بيتودف كوارث ومصائب نفسية كتير لأن المفروض تعمل عزل نفسي ما بين اللي انت بتسمعه من الناس ومشاكلهم وما بين اللي انت متعاطف معهم ومقدر الأحاسيس والمشاعر والظروف اللي هم فيها تمام فدايماً تلاقيه شخص عاطوف بعض الشيء عشرة وإن كان فيه بعض أنواع الكاريزمة بتبقى درجة العاطفة عندهم عشرة وليلة شوية الحاجة العشرة بقى هي اختار لونك الخاص ودي اللي كنا مأجلينها الآخر إن انت تختار اللون الخاص بيك ككاريزمة لأن الكاريزمة ستة ألوان فيه الكاريزمة القيادية طب أقول لك الأحاجة فيه الكاريزمة السمعية هقولهم الستة هاني ماشي فيه الكاريزمة القيادية فيه كاريزمة الوقار وفيه كاريزمة الإقناع وفيه كاريزمة السمعية وفيه الكاريزمة المرحة وفيه الكاريزمة العاطفية وكل واحدة من دول عايزين تفصيل فيهم عشان عارف لا لا أولا خلال الكاريزما خلصت كده ده احنا قوانين الكاريزما دي بقى أنا كتبت وراك عشان في كل حلقة بتتكلم معاك في قانون من قوانين الكاريزما الحلقة النهاردة خلصت بسرعة لأن الحلقة النهاردة كنت موضحة كتير خليني بس في نهاية فقراتنا النهاردة أشكر دكتور عادي المرزوء استشاري التنمية الزيب الأدرية دكتور عادي المشكر جدا شكرا معادي معاكم إن شاء الله الجمعة جاي قبل ساعة من دلوقتي وإحدى حلقات بردامكم صحيحاتك في الوقت كأشوفكم على كيف شكرا شكرا